ليست المواجهة بالسلاح هي السبيل الوحيد لتنظيم داعش في القتل وبث الرعب والإرهاب في مجتمعاتنا بل أن وسائل التواصل الاجتماعي غدت سلاحاً يشهر من أجل إدارة دفة الإرهاب وجذب أكبر عدد من الشباب لصالح التنظيم فهناك ثلاث استراتيجيات لإعلام داعش تتمثل في التالي جذب أكبر عدد من الشباب ترصيخ شرعية التنظيم فقهية دفع المتعاطفين إلى مبايعة داعش يمثل موقع التواصل الاجتماعي تويتر أبرز الوسائل الإعلامية التي يستخدمها التنظيم حيث أن هناك أكثر من 46 ألف حساب لهم اليوم تغرد معظمها باللغة العربية كما أنهم يستخدمون لغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية أما عن مصادر التغريدات فقد ثبت أن 28% يصدر من العراق وسوريا وتتوزع المصادر الأخرى على دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر